خرج شاول من دراسته لوثائق الماضي أن التحرك السري للسي اي اي في العراق اتسم بالفشل والسخف والإغفاق والتخلف ومحدودية التخطيط ومن أجل التجاوز هذه الحالة السلبية شكل شاول مجموعة من الممارسين السابقين للعمليات السرية ومحللين من مديرية المخابرات في سي اي اي لاستعراض هذا الماضي ودراسته وكان السؤال الذي وجهه لهم ما هو تصورنا لعملية سرية في العراق وكانت النتيجة التي توصل إليها شاول هي أن التحرك السري لن يؤدي إلى إزاحة الرئيس العراقي صدام حسين فهي مهمة مستحيلة وأن على السي اي اي أن تواجه الحقيقة القائلة أن صدام حسين في السلطة منذ عام 1979 وقد أوجد نظاما أمنيا ممتازا لحمايته ولوقف أي محاولة انقلابية ضده فدائرة الأمن الخاص مسؤولة عن حمايته والحرس الرئاسي يرافقه وقوات الحرس الجمهوري الخاص تحمي القصور الرئاسية والبنايات الحكومية الأخرى في العاصمة بغداد وهناك أربع دوائر مخابراتية تحمي عملهم وعمليا فإن أي مجموعة من فرق الجيش العراقي بإمكانها القضاء على أي انقلاب عسكري يقع في البلاد وهكذا بدأ رئيس قسم عمليات العراق شاؤول الذي التقى بوزير الدفاع رامسفل في الأول من شباط 2002 يعمل على وضع الخطوط العامة لخطة التحرك السري لـ CIA لدعم العمليات العسكرية الأمريكية لتغيير نظام الحكم في العراق فكان قسمه يعقد اجتماعات أسبوعية حول العراق وخلال هذه الاجتماعات اكتشف شاؤول أن تقارير عناصر وكالة CIA من داخل العراق ضعيفة جدا ونادرة يعني لقد يعوكلاءهم كل اللي يعدهم أربعة فقط في كل أنحاء العراق وهذه العناصر موجودة في وزارات عراقية مثل وزارة الخارجية ووزارة النفط وهي تمثل المحيط الخارجي وليس الحلقة الداخلية المحيطة بالرئيس صدام حسين التي لم يتمكنوا من اختراقها كما واجهت السياة مشاكل حقيقية في محاولة التخلغل داخل الجيش العراقي والحرس الجمهوري ما قدروا أو حتى جهاز الأمن الخاص للأمانة ومن حديثي مع ضباط عدة برتب مختلفة رتب قيادية عليا ومتوسطة وأيضا من خبرتي مباشرة نكون في العراق في تلك الفترة لم ألمس ولم أسمع عن وجود خيانات في القوات الأمنية العراقية على مستوى الجيش العراقي الحرس الجمهوري أو القوات الأمنية الأخرى وجهاز المخابرات هل تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من تجني الشخص هنا أو هناك؟ نعم ممكن هل تمكنت من اختراق التحصينات الأمنية العراقية والاستخبارية؟ ربما ممكن لكن ليس بالمستوى الذي ظهر وليس بالمستوى الذي دعت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تمكنت من تجنيد عدد من الضباط العراقيين بالرتب عليا لم يحدث هذا لم أسمع به وكل شيء نشر كان عبر الإعلام في المملكة المتحدة بريطانية أو حتى في الولايات المتحدة الأمريكية والأسماء التي أثيرت حولها الشبهات غير دقيق وكان جزء من الحرب النفسية